موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فوائد صباحية واليوم مع منتوج عريق جيد عربي يوم هيئ في جميع البلدات العربية وكذلك الجالية المغاربية والعربية التي تعيش في أوروبا أخذته معها وهو اللبن منتوج لبن، لبن متخمر، اللبن البلدي، لبن الخب هذا المعروف في الدول المغرب العربية تعرف هذا المنتوج ويهيئ بنفس الطريقة أن الحليب يترك حتى يتجلط ثم يخض، يتخمر، ثم يخض تستخرج منه الزبدة، ينسميها زبدة بلدية هذه الزبدة تقليدية ثم الباقي يشرب هو اللبن فهذا تخمر الحليب فيه حادث عجيب جدا هو أن الباكتيريا اللبنية الموجودة في الحليب تطبط الكوليستيرول، بمعنى تشد هذا الكوليستيرول يصبح غير ناشط ثم أن بقية الكوليستيرول يمشي مع الزبدة ويعني اللبن يكون تقريبا خالي من الكوليستيرول من جهة لأن الكوليستيرول يمشي مع الزبدة من جهة ثانية أن الباكتيريا اللبنية تطبط هذا المنتوج بمعنى أن هذا اللبن الخض هو المنتوج الوحيد الذي يمكن مثلا للمصابين بأمراض القلب الشرائمين أن يتناولوه لأنه ليس فيه دسم وليس فيه كوليستيرول هذا الفصل الربيع الآن الأبقار ترعى والأحسن لبن هو لبن الربيع لبن الحشائش والكلأ الذي تتغذى عليه هذه الحيوانات لأنه يكون غنيب الآيوذين وغنيب الفلافونويدات طبعا هذا اللبن ثم يعني الأرياف البوادي المغربية والمغاربية يعني لا زالوا يحضرونها إن شاء الله نتمنى أن يبقى هذا المنتوج وهو المنتوج الذي الآن أخذه معهم هذه الجالية المغاربية الآن يباع في فرنسا وفي بلجيكا وفي هولندا هذا المنتوج هو أكثر استهلاك إن شاء الله في هذه البلدان والمغاربة يحبونه وهو منتوج أحسن من الحليب لماذا؟ لأنه يكون شبه مهضوم لأنه يتخمر ثم أن هذه الدسم ينزع منه كما قلت الكوليستيرول ثم أن الباكتيريا اللبنية تحل محل الباكتيريا الغير مرغوبة والباكتيريا اللبنية هي البروبيوتك وهو ما ينقص الآن في النظام الحديد يعني البروبيوتك يعني باكتيريا اللبنية التي تنقص إن شاء الله نتمنى أن يستفيد الناس من هذا المنتوج في هذا الفصل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة